وخلال افتتاح مجمع مصانع انتاج الكوارتس بالعين السخنة استجاب الرئيس السيسي إلى رغبة أدهم هشام أبو بكر من دوي الهمم الذي طلب مصفحة الرئيس الذي لب على الفور أمنيته في لفتة إنسانية وأدر الرئيس السيسي حواراً أبوياً ودياً معه هنا سادقت حلمي وبدأت قالوا عني زمان منهم بيضيع وقت ليوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت ومبارح بردلوات هنا قلبي من جوة ده اللي بيديني القوة